الزملانة الأعزاء طبعاً كابتن عبدالله أو كابتن سلطان اللحياني كابتن سلطان اللحياني عطانا رأي لا لا سلطان طيب كابتن سلطان اللحياني وكابتن عبدالله المسند وكابتن حمد المنتشري ثلاثة النقاد الفنيين في البرنامج عطوا رأي في تشكيلة الأخضر اللي أعلنها اليوم هيربي رينارد تشكيلة منطقية وواقعية من السيد هيربي رينارد لمباراةين الصين واليابان المهمة جداً بلا شك أن غياب اللاعب سالم الدوسري غياب مؤثر على خريطة المنتخب السعودي ولكن عودة اللاعب محمد الكوكبي والمهاجم في رأس البريكان وكذلك الحارس فواز القرني وضم اللاعب عبد الرحمن العبود وحسين قاسم هذا يثبت أن السيد الرنادي يختار اللاعبين الجاهزين لهذه المباراة كل التوفيق للمنتخب السعودي على فوز وتأهل كأس العالم لأننا لا استحق برأيي اعتمد على الاستقرار وأغلب العناصر يجمع الكثير على أحقيتهم بهذا الاختيار غيابات مهمة عودة لأكثر من عنصر مؤثر في هذا التشكيل وتكلم عن كوكبي وحتى انضمام العبود بعد التمييز اللي قدمه مع الاتحادة وحتى حسين قاسم ولكن برأيي يفتقد المنتخب لأكثر من عنصر قدموا مساعدة مميزة في الجارة الماضية مع انديتهم وحاجة المنتخب لمراكزهم وتكلم عن قلبي الدفاع عليلا جامي وأحمد شراحيلي وكذلك محول ارتكاز النصر عبدالله الخيبري وبالتوفيق لخضر ان شاء الله ليكمل مسيرة الانتصارات في هذه التصفيات بالنسبة لتشكيلة المنتخب السعودي المكونة من 25 اللاعب أنا أشوف أنه هي تشكيلة الأنسب والأمثل للمنتخب في الوقت الراهن خصوصا إذا علمنا أن الغيابات أغلبها للإصابات غياب سالم اللي هو صراحة صعب تعويضه لكن إن شاء الله بتطور مستوى العبود واللي شاهدناه خلال المبارات الماضية إن شاء الله يكون خير بديل وجود ناصر الدوسري بديل اللي عبدالله أعطيه فأعتقد حنستفيد منه في زياد كثير كمحور ثاني وكضهير شمال محمد الكويكبي أضيف إلى ذلك مهاجم الفتف في رأس البريكان إن شاء الله سيكونوا حلول الجومية مفيدة للمنتخب والضهير حسين قاسم أعتقد أنه هذه هي تشكيلة الأمثل للمنتخب